تطرقت بعض الصحف الوطنية الصادرة هذا الثلاثاء إلى الأجواء التي ميزت الحملة الانتخابية بعد انقضاء يومها الثاني جريدة الشعب أوردت على صدر صفحتها بناء جزائر جديدة تحكمها مؤسسات شرعية قاسم المترشحين المشترك مركزة على خطابات المترشحين التي جاءت حسبها لتكريس حقوق الإنسان والحريات في ظل الاستقرار والوحدة وبالبنط العريض عنوانت جريدة المجهد المترشحون يشرحون أولوياتهم وأشارت إلى استعراض كل مترشح لأهم المشاريع التي يرى أنها ذات أولوية في برنامجه الانتخابي واهتمت يومية الخبر بما أسمته ملف المعتقلين فنقلت نفي المترشح علي بنفليس طلعه على هذا الملف فيما أشارت إلى رفض المترشح عبد المجيد تبون إلحاقه بنظام بوتفليقة الحملة تلتهب بين الخمسة عنوان اخترته الشروق اليومي للتعبير عن سقف الوعود والالتزامات التي يتعاهد بها المترشحون لتولي رئاسة البلاد ونجد في جريدة لوريزون تصريحا لعلي دراع الناطق الرسمي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقول فيه إن التزوير سيكون مستحيلا منوها إلى تسجيل تأخر وضع صور المترشحين بسبب الطبعة نفيا حسب المقال تسجيل خلقات في أولى أيام الحملة الانتخابية وفي صفحتها الأولى عنوانت جريدة الحوار زيارة المترشحين للزوايا والمساجد ليست ممنوعة وخصصة الحوار حيزا من تغطيتها للنشاط الانتخابي للمترشحين الذين زاروا الزوايا وذكرت على لسان لحسن زغيدي عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن القانون لا يمنع زيارة الزوايا والمساجد غير أنه يمنع تحويلها إلى أماكن لترويج برامج المتنافسين على كرسي الرئاسة